الأصدقاء في كل مكان الإخوة والأخوات أحييكم بكل التحايا والتحيات صباح الخير مساء الخير السلام عليكم كل التحايا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا على أنكم معنا اليوم اليوم احنا بنتكلم عن شيء هو يعتبر بأصبح جزء من حياتنا خاصة في خلال العقدين الماضيين لأن الثورة المعلوماتية أنتجت هذه الثورة التواصل الاجتماعي واللي بدأت في عام 2004 أو 2005 بهذه الصناعة المنظومة المجتمعية في التواصل المجتمعي قبل ما نبدأ في الكلام معكم احنا بنشكر الأستاذ أحمد الشيخ من إدلب والأستاذ علي الشوى من أنطاكيا هو حاليا دلوقتي في حتى نسيت الاسم البلد اللي هو فيه الوقت مش فانطاكيا التعريف بعض التعريفات اللي اعتهدنا الشاب أحمد الشيخ وأنه بشكره يعني لأنه تلوقتي بتلقى هذه الاختراحات من الشباب بحولها للقاءات معكم أو مع بعضنا البعض إيه هو التعريف الأول؟ يعني إيه كلمة التواصل؟ التواصل هي عملية عشان نتبادل المعلومات مع بعضنا البعض بتواصل معك بكلمك بتعطيني معلومة بتاخد مني معلومة جيني مرة واحدة التواصل إيه؟ المعلومات تبادل المعلومات تبادل الأفكار تبادل المواقف اتجاهات بين الأفراد بعضهم وبعض أو بين المجموعات أو الجمعيات أو المؤسسات أو إلى آخر سواء كان في داخل مجتمع واحد أو بين مجتمع ومجتمع أو بين مجتمع في دولة ومجتمع آخر في دولة أخرى بتواصل هي عملية تبادل سواء كانت معلومة أو رأي أو فكر أو مواقف أو اتجاه ده نمر واحد كلمة اجتماعي معناها إيه؟ معناها أنه نسيج لأن المجتمع لابد ننظر إليه أنه نسيج 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 في غزله وفي نزجه وفي عقد في روابط كثيرة أن الاجتماعي عبارة عن نسيج مكوى من صلات مجتمعية بتربطوا هذه الصلات المجتمعية صلات مجتمعية داخل أسرة صلات مجتمعية اللي في الشارع اللي في العمارة اللي في الفيلا اللي في القرية كل هذه الصلات المجتمعية اللي بتكون المجتمع يبقى التواصل عرفناها والاجتماعي عرفناها تلك الصراط مين اللي بيحددها بقى يحددها الادراك المتبادل انا انا مدرك وصديقي مدرك او انا مدرك وصديقتي مدركة تلك الصراط يحددها الادراك المتبادل بين الجانبين سواء الجانبين دول افراد او مجموعات يربط بينهم ايه روابط مشتركة تجعل هذه الصراط أو هذه الأفراد أو هذه المجموعات تعيش عيشها مشتركة مع بعض لأنه خلاص أصبح بنا بصرات متبادلة تعيش عيشها مشتركة تنظم حياتها في علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم يبقى تلك الصرات التي تحدثها الإدراك المتبادل بين الجانبين أم مجموعهم الأفراد يربط بينهم الربوط مشتركة تجعلها تعيش عيشها مشتركة تنظم حياتها في علاقات منتظمة معترفة بها فيما بينهم ده بالنسبة للإجتماع إذن إذن هي منظومة من الشبكات الإلكترونية التواصل الإجتماعي هي منظومة من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشترك اللي هو أنا أو أنت أو أنت تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص ومن ثم ربط هذا الحساب لا ممكن نرجع للشريحة لأبل كده بإنشاء لا شريحة لأبل كده إذن هي منظومة من الشبكات الإلكترونية تسمح للمشترك لو أنا أو أنتم بإنشاء حساب خاص به أو بها ومن ثم ربط هذا الحساب من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات أو مع أصدقاء كانوا في صغيرين وهم صغيرين وده اللي بينظموا من خلال الخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي اللي هي سواء كان في الفيسبوك أو في الإنستجرام أو في باقي المنصات الأخرى فهو بيجمعك بمن يتفقون معك في هواياتك وآرائك وأفكارك إلى آخر هي منظومة من الشبكات الإلكترونية لتسمح المشترك فيها بإنشاء حساب خاص به أو بها ومن ثم يربطه أو يربطها من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات أو بيجمعهم مع أصدقاء مدرسة زي مثلا أنا ما زال دلوقتي بعض أصدقاء اللي كان بيأخذ دكتوراه معايا هنا هو بيرسلوني ويرسلهم على الفيسبوك كيف هنستخدم موقع التواصل الاجتماعي دي بعض الاجتماعات برضك من الشباب أنا كل الكلام ده لم أكتهد فيه على الإطلاق لم وكل الكلام ده يرجع للشباب بيقولوا الكلام ده من عندهم لابد إن إحنا ندعم الحكومة عشان تنظم مش تمنع هناك فارق بأن الحكومة تنظم لو لا تمنع وتوازن بين الحرية والانضباط يعني فيه كذب كتير جدا زي ما احنا قلنا في لقات قبل كده في أخبار أصلا بتؤدي يعني من أنظم مثلا لماذا حدث في رواندا أخبار كاذبة في منتصف التسعينات عن بعض الإصراعات أدت 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 إلى مقتل قرابة مليون شخص في رواندا وكتشف بعدها أنها كلها كان أخبار كذبة وهكذا في أماكن مختلفة فإحنا عايزين الحكومة تضع معايير للناس في مسؤوليتها علشان توازن ما بين حرية الشخص في التعبير والانضباط في نشر المعلومات دي نمر واحد مواقع التواصل الاجتماعي نفسها لابد يكون لها سياسات صارمة تحمل مجتمع من من إيه الأفكار الفاسدة ولابد أن نعرف هذه الأفكار الفاسدة على مستوى كل مجتمع المجتمعات اللي احنا نعيش فيه لما ثلاثة لا تساهل في الخصوصية المشتركين يعني فيه ناس بيخشوا ويخترقوا الحسابات بتاعتك لا تساهل المفروض يكون فيه قانون يرضى على هؤلاء الناس اللي بيخشوا على حسابات بتاعك أو على حساب بتاعك ويبتل يتجسسه أو ترسسه عليك وياخد الصور من عندك أو من عندك ويبتل ينشرها ويعمل بها أشياء غير كريمة احنا اتكلمنا عن دي اللي هو المعايير اللي ممكن تحول الحكومات حتى من منصات التواصل الاجتماعي اللي بعد كده فيه هي بقى ايه الأثار السلبية للتواصل الاجتماعي سواء كانت سلبية أو إيجابية بالنسبة للإيجابيات كلنا عارفينها هي سهولة التواصل بيننا ومن بعض بتؤدي إلى زيادة معرفية عند الشباب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مجتمع بالنسبة للواحد إنشر الأفكار أنا عايز أنشر فكري يعني مثلا كتير جدا من الناس بيقولولي أنت بتستفيد إيه ولو أنا عندي خبرة معينة أو أنت عندي خبرة معينة أو أنت عندك خبرة معينة بتحاول تحطها عشان توصلها للآخرين لأن حرام علينا أنه نتعلمنا في مهنة معينة أو حرفة معينة أو تجربة معينة ولا ننقل هذه الخبرات الآخرين يبقى سهولة التواصل وإنشر الأفكار نعمل ثالثة ليه لذلك تعارف الإنسان اللي عادي تعارف يعني فيه منصات في التواصل الاجتماعي معمولة للتعارف ما بين الناس ودي شيء قد يكون فيه سلبيات وفيه إيجابيات في نفس الوقت لما إحنا عايزين نكون رأي عام عند الناس لعن القضية معينة زي مثلا ماذا يحدث في اليمن مثلا أمس مبارح يوم 15 مارس كانت الزكرة العاشرة لما يحدث من حرب في سوريا فالحمد لله بفضل السمطنة إحنا استطعنا أن نعمل إقرار ونرسله على اللي هو الصفحة بتاعة وزارة الخارجية الأمريكية اللي بيسموها US Foreign Policy فمثلا القضية السورية تعتبر لايسة شبة تعتبر يعني جائحة أسوء من الكورونا القضية اليمنية فإحنا إيه بالنسبة لتكوين الرأي عام بالنسبة للتعامل للتعاون لمؤهزات القضية السورية والقضية اليمنية وقضية اليوجور اللي في الصين وقضية الروهينجا من ميامار وقضية كشمريين في الهند والكونغو ده عشان نكون رأي عام سألتكوين رأي عام دولي أو على مستوى الوطن نفسه بتكون لها تأثير أسرع يعني زمان احنا كنا نفاكرين قبل التليفونيات ما تطلع كنا نكتب جوابات وكان فيه حمام زاجل وكان فيه غل حمام الزاجل ايه تاني وفيه الكنيسة كان بتعمل ألوان مختلفة عشان يوم انتخاب البابا يعني الأحمر أو الأصفر أو الأزرع إلى آخره إلى آخره فأصبحت دي بتختلف حاليا دوقتي سرعة انتشار المعلومة وسرعة تأثير على المجتمع كدري فأصبح الشخص دلوقتي مسؤول عن المعلومة المحطة يعني أنا مسؤول عن ما أضعه على الصفحة بتاعتي فعارفين مين اللي واضع وهو مسؤوليته تقع على الشخص نفسه فيه تبادل الأراضي بتحصل فيه زي ما شفت حديثا فيه منصة جدا تعملت ما نسموها الكلاب هاوس اللي ما بيعودوا يناقش مباشرة يناقش مباشرة بيفتح الصفحة بتاعته أو بيفتح ما نسميها الغرفة بتاعته وبيدير نقاش مفتوح مع بعض الشباب أو مع بعض النجوم المرموقين أيضا تبادل أراء وجات النظر تبادل العادات التقليل أيضا الناس بتعرف عن طريق الرسومات عن طريق الأشعار عن طريق الأكلات عن طريق الملابس اللي ببسوها إلى آخر زي ما نكلمت منصات القضايا العالمية زي ما قلت القضايا زي كشمير زي فلسطين زي غزة زي سوريا زي اليمن زي اللي هما بسط أفريقيا اللي هما مشردين حاليا كل هذي الأشياء زي كونغو ديمقراطية كل هذي الأشياء أيضا زي جنوب السودان إلى آخر إلى آخر دي مناصرة المرأة ومناصرة الطفل أطفال العمالة التصحر والجفاف اللي هو التغير المناخي كل هذي الأشياء كل هذي الأشياء المشاهير كتره ده حاجة من الحاجات اللي بيطبرها ده الشباب ده كل ده أراء الشباب يا شباب مش أراء أنا شخصيا أنا بأنخل أراء الشباب وأنا أؤمن بأراء الشباب أظهر الجيل حاليا في خلال 15 سنة اللي فاتت يعني من 2004 أو 2005 عند ظهور الفيسبوك إلى يومين هذا أصبح كمية من المشاهير غير عادية زمان كان اللي بيصنع مشهور الرديو أو التلفزيون أو السينما دلوقتي بيصنع وسائل التواصل الاجتماعي دي الإيجابيات بالنسبة للسربيات بردك كتيرة يعني دي بردك دي اجتهاد بعض الشباب اللي هم ساعدوني وأنا أذكرت اسمهم يعني احتراما لقدرهم وقدراتهم ما فيش خصية في البيانات ممكن أي حد يخش ياخد بيانات بتاعتك وإحنا ما بنعرفش حتى المنصات دي كيف تستخدم هذه البيانات وقد تستخدم هذه البيانات في حملات انتخابية أو كانت تستخدم في أشياء غير كريمة أو في تجنيد لبعض الجماعات اللي هي متطرفة لبعض الشباب ذا ما حصل في بعض البنات الصغار اللي هم جندنا لما راح لسوريا في 2015 أو 2016 على موجود خصية البنات المشتركين في مواقع التواصل اجتماعي التأثير في خوارزمية يعني لوقتي اللي بتحكم فيك مين لو صاحب المنصة فبيقعد يلعب الخوارزمية بتاعتك انت مثلا بتحب بتتفرج على مسلسلات معينة دينية مثلا أو مسلسلات درامية أو مسلسلات يعني أكشن يعني فيها صراعات إلى آخر أو أفلام إلى آخر فبيحطك مع مجموعة من أصدقائك اللي عندهم نفس الاتجاه يعني اديكم حاجة من الحاجات اللي حصلت لي مع الفيسبوك يعني أنا فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن لما بنعمل احنا لايف ستريم كان بيتشاهدوا حوالي ما لا يقل عن ألف وبيحصل عليه اللي هو شير اللي هو المشاركة بتطلع معها 30 40 شير يعني اللي هو مشاركة يعني اللي هو شير حاليا بعد ما الفيسبوك عب يحب أنه هو يستفيد من المعلومات اللي عنده فبدأ يخلي الإرسال بتاعك ما يوصلش لكل أصدقائك اللي على الصفح يوصل فقط للناس اللي هما نشطين معك وفي بعض الجوانب اللي أنت بتقررها معهم ونتفق فمعهم فبدأ ما كان بيجيلك ألف أو ألفين أو ثلاث تلاف بعد المحاضرة أصبح يجيلك بلوقتي مية أو متين أو تلتمية لأن الفيسبوك بيحول يجبرك على أنك تعمل إعلانات مدفوعة الأجر ده اللي هو التأثير أي واحد بيقوم يتكلم يلبس لبسة غاءة يعني يعني غريب الشكل يعبع عريان يقول كلام غريب فبيبقى مشهور ما أصبحش المشهور دلوقتي الإنسان دول حيثية دي حضراتكم أو الإنسان اللي عندها شيء بتحاول تقدمه شيء إيجابة تحاول تقدمه مجتمع فأي واحد من الجوهلاء دول بيطلعوا يتكلم كلامه والأسف ديهم أتبع أصبح أيضا من السلبيات فيه جيل فارغ من الداخل ما عندهش حاجة خالص يتقعد يصور نفسه هنا في السرير ومش عارف دخل الحمام وخارج من الحمام يعني أصبح إن هو عرض في بعض الأحيان مبتذل أو مبتذل للناس نفسهم ديما بعض العائلات كان بتستفيد من أو بتستغل صورة ابنها الصغيرة أو بنتها الصغيرة في جمع الأصوات أو جمع اللي هو اللي بنسميع اللايكس اللي بتكلم عنها ليه لأن أصبح الجمهور اللي بيشوف مزاجه يختلف عن أن يستمع للعالم تراجع عشرة الجامعة العلماء والسطين حقا مثل الكتاب والعدواء العلماء تستطدرهم من هذه منصات وتستطدرها غيرهم من غير أهل العلم والمعرفة نمرة 6 بردك زي ما احنا نتجمع عن قضية يعني مصيرية زي اليمن وسوريا وفلسطين إلى خيره في البيئة دعما الخضايا فاسدة تفسي المجتمعات وتقصي المجتمعات زي ما اتكلمت قبل كي في استخطاب زي ما حصل في بعض الشباب الصغيرين انهم استخطبتهم بعض الجهات المتطرفة والإرهابية وارسلتهم لسوريا والقصة معروفة جدا في بريطانيا ويعني كان عمرهم ساعتها 15 سنة أو 16 سنة إلى آخر حصل في الانتخابات تأثير عن انتخابات لأن بعض المنصات أصبحت تبيع الداتا دي لبعض المرشحين الانتخابات وده طبعا استعمال غير قويم لمعلومات مهمة جدا 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 عندها عن شخصيتك انتفق مثلا في المحافظة دي الناس عندهم بعض القيم فيروح المرشح يتكلم معهم عن قيم ألف في المحافظة التانية يتكلم عن قيم ب في المحافظة التالتة يتكلم عن قيم جيم وكل القيم بتخلاف مع بعضها فلو انت رجعت الخورزمات اللي بيدوها للمرشحين تجد ان الانسان اللي برشح نفسه للانتخابات ما عندوش منافسة واضح إلا أنه بيحاول يكترب كل أبناء كل محافظة أو كل مقاطعة أو كل ولاية إلى آخرة علشان يعطون لأصوات بحيث نكلمهم بما يدغض عاطفهم تأثير عن الناخبين جمع معلومات عن أشخاص مستهدفين يعني يعني زي ما أي حاجة بيعمل أي حاجة فبسهلة جدا منهم يترقبوه وما فيش رقيب أخلاقي ودي طبعا يعني والأسف يعني كنت أنا في أحد الدول العربية من غير ذكر أسمعها عشان ما زعلش حد وكمية الكذب عند الإعلاميين غير عادية غير عادية غير عادية ده كان بكرا في 2011 و2012 مزاي دلوقتي دلوقتي أصبحتين زاد بلة وبلتين وخمسة وعشرة إلى آخر فكان ها أملي أن نعمل نقابة للإعلاميين لكي نختار من هو الإعلامي وما هي قيم الإعلامي وما هي المحاذير التي يقع فيها الإعلامي إذا دلس أو كذب أو نافق المجتمع عشان نستطيع نحزبه من غير معايير من غير سياسات الكذب مباح في كتير جدا من الدول وأصبحت هذا الأمر أيضا انتقل لبعض الدول الأوروبية المتقدمة في بعض الأسئلة هنا بعض الكلام أنا حطيته هنا أو لحطه الشباب يعني دي إجابات متعبل على موجة نظر الشخص من الشباب اللي هم يعني ساعدوني في وضع هذه الأشياء في مقولة بتقول في علم التجارة زي ما الشاب قال فيها إذا كنت تأخذ خدمة دون المقابل فتأكد تأكد أنك أنت المنتج أو أنت المنتج أو الخدمة يعني الحاجة المبالج دي اللي أنت بتأخذها من الناس يعني هلوقتي قاعدين في البيت وأنا بكلمكم كل الاتصال بيني وبينكم ده مش مكلمني فلوس مش مكلفني فلوس يبقى معناها اللي بيأدي لك الخدمة ده يعتبر أن أنت الخدمة أو المنتج فبيأخذ منك المعلومة فبيشوف مين يبتفرجوا عليها دلوقتي فبيحلت شخصيتهم بناءً على اسم المحاضرة بناءً على اللي هو المحاضر وشخصيته بناءً على خلفية المحاضر وبناءً على توجه المحاضر وبناء على اللي هو الجمهور المحاضر اللي هما من أماكن مختلفة فده بنتكلم فيها هناك مقولة في علم التجارة بتقول إذا كنت تأخذ خدمة دون مقابل ده في مثلا عندنا كان في مساء أبو بلاش كتر منه فتأكد أنك أنت المنتج أو الخدمة نفسها خدمات التواصل الاجتماع بدأت من زمان يعني إحنا ممكن نقول التليفونات والفاكسات والتريكسات إلى آخرين وكان مكلفة جداً يعني حتى في مصر إحنا ما دخلش التليفون بيتنا إلا يمكن في السبعينيات يعني ما كانت دخل على المستوى الجمهورية كلها بس الآن أصبح في كل بيت في تليفون وكان لما في القرى كان فيه تليفون عند العمدة أو تليفون فيه عند المركز والنا عايز يروح بالمنفلة كده يعود ودوروها علشان يتكلم السمترال اللي في المحافظة والمحافظة توصله للتليفون اللي في المحافظة تانية ده كان مكلف جداً تحول هذا وطبعاً كان فيه البريد إلى أخيه وإنما أنت كنت تفاكيرين فيه بريد مسجر وفيه بريد جوي فيه بريد بحري وفيه الترود والحاجات دي كلها أبداً خدمات تواصل منذ بداية عصر التليفونات والبريد وهي خدمات بتكلفة زي ما أنا قلت عليها وكانت تكلفة مرتفعة زي اللي التصار الدولي والفاكس والتليكس السؤال اللي بيتراحه الأخ معايا اللي هو الشاب اللي هتقول ده إيه يجب عليكم البحث عن تفسيرها ليه ليه الخدمات دي دلوقتي مجانية يعني كان زمان عشان أنا روح أبعد جواب مسجل أو جواب لأوروبا بيزرف بوزن معين بطابع معين كان بيكلفني مثلاً يمكن جنيه أو اتنين جنيه دلوقتي كل الحاجات دي رايحة ببلاش ليه لماذا هذه خدمة مجانية الشاب بيجيب عليها وبيقول أعتقد أنها لأن المعلومات اللي بتحصل عليها مواقع التواصل الاجتماعي أهم وأغلى من تكلفة التواصل نفسها عرفتوا بقى يا شباب وده الكلام اللي كنت بتكلم فيه من زمان كتير قالوكم يا إخوانا الناس بيأخذوا معلاتكم بيأرشفوها ومنهجوها ويصنفوها ويبيعوها وإحنا بندانوا ببلاش عشان هما أدلوقتي وأنا بتكلم بيشرحوا أو بيحللوا التوجه بتاع المحاضر والتوجه بتاع الجمهور اللي موجود معها ومن تكلفة التواصل الاجتماعي بعد الثورة المعلوماتية اللي بدأت طبعا الثورة المعلوماتية بدأت قبل التواصل الاجتماعي وفي الثورة الاجتماعي بدأت صورته من 2004 و2005 أصبحت زهيدة جدا 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 على مكسي عكس ما كان أنا في موض يعني هما عملينها ليه؟ هما عملينها لاقتناء المعلومة اقتناء المعلومة اقتناء المعلومة أرجوكم اعرفوا أن الأمة اللي ربنا بسمها أمة اقرأ هي أمة المعلومة فأتمنى أن هذه الأمة تحافظ على المعلومة وتقتنى المعلومة وتحلل المعلومة وتصنف المعلومة وتؤرش المعلومة ثم توجه الناس إلا معرفة المعلومة هكذا نجحوا وعملوا الخدمات دي كلها مجانية في أمر ثاني كمان غير كده زمان كان بيقول الشاب ده كنت اكتهادت شباب أنا بحب اكتهادت شباب ليه؟ لأنها لأنها بتكون يعني فيها حيوية قال إيه كان الحكومات بتعتمد على الجوسيس ده مثلا جيمس بوند وإخواته وعلي بوند وإخواته ومحمد بوند وإخواته وإلى آخرين عشان يعرفوا الجواسيس دول أخبار وأحوال البلاد الأخرى لكن دلوقتي مش محتاجين ليه؟ لأن كل حاجة على عينك يتاج يتابعك يشوف الصور فيعرف شخصيتك يعرف انت مين بتعملين أصدقائك مين وبتلي يعمل عندك اللي هو بنسميه اللي هو بنسميه اللي هو الـ social profile أو اللي هما الشكل العام لك بيسأل الشاب بباردك سؤال تاني بيقولك أنا ليه؟ وأنا بقدم على تأشيرة عشان أسافر لدولة من الدول الغنية زي أوروبا في أوروبا أو في أمريكا أو أولاقون بيقولولي بيقولولي هتلنا موقع بتاعك على صفحة التواصل الاجتماعي ليه؟ لمدة خمس سنين لأمرين؟ أمر أمني استخباراتي والأمر التاني معلوماتي فده اللي احنا بنتكلم عنه السؤال التاني اللي بيقول عليه الشاب ده الجميل هو حباعة الأسائل دي كلها خل ما يوقع على تواصل الاجتماعي أصبحت أداء لتحليل الشخصيات وكتاب محفوظ مفتوح يتحدث عن صاحبه أيوة أصبحت أيوة أصبحت أنا بتكلم دلوقتي عندي وجهة نظر خاصة أنا من إيه نشوف في آخر المحاضرة هنتكلم عن إيه الرسال للشباب توجه أنا عندي توجه بعرضه عن الناس ده بيحطك في مصاف الناس اللي عندهم نفس التوجه إلى آخر السؤال الأخير هتل موقع تواصل الاجتماعي أداء لتتبع المجتمع أيوة أصبحت أيوة أصبحت وكثير جدا من الحكومات بتغلق يعني مثلا في حكومات ما بتسمحش بال اللي هو الواتس أب في حكومات بتغلق الفيسبوك واحتمالك بتبنى عن انترنت بالأصل أو تضع في الانترنت فالحكومات بتحاول إيه يعني تمنع حرية التناقل مع المعلومات ما بين دولة ودولة أو شخص وشخص أو مجتمع مجتمع السريحة أيوة دي بعض الإحصائيات اللي احنا جمعناها مع علي عدد الإيه اللي هو احنا اخترنا خمس منصات اللي ما أكبر خمس منصات اللي هي الفيسبوك والتويتر والإنستجرام واليوتيوب والتيك توك فالفيسبوك أكبرهم طبعا عدد المستخدمين لي حوال 2.5 مليار التويتر اللي هو التويتر 326 مليون الانستجرام مليار مستخدم تقريبا اليوتيوب 2 مليار التويتر التويتر حوالي 200 مليار 600 مليون مش مليار يعني جمعناهم على بعض حيطلعوا 2.5 3.5 4.5 6.5 يعني حوالي 7 مليار أو أقل تخيلوا 7 مليار نسمة من سكان العالم بيستخدموا خمس منصات من التواصل الاجتماعي ده بالنسبة لقوة جذب هذه المنصات للأفراد لكافة أنحاء العالم بعض الحصيات الأخرى أيضا اللي هي بتقولك إيه عدد مستخدمي وسائل التويتر الإجتماعي النشطين النشطين فقط يعني فيه 3.4 مليار وده من من خلال موبايل 3.2 مليار والوقت اللي بيقضي الناس على التواصل المنصات التواصل المتواصل بتاع المنصات العالم يعني 165 دقيقة في اليوم 155 ده بعض الأحصيات والأحصيات دي بتغير دايما لأنها مش كنون بنحك تكون سبتا لأن انا افتكر في الدراسة اللي احنا عملناها بيقول إيه إن فيه هناك 11 شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة كل ثانية لأول مرة كل ثانية يعني في الدقيقة 660 يعني في الساعة 3960 يعني في اليوم يعني في الشهر 2.5 مليون يعني في السنة 34 مليون تخيلوا شخص جديد وعلى المستخدمين في 2017 كانت 2.5 مليون في 2019 في 2.7 مليار صليمش مليون مليار وبعدين متوقع في 2021 ثلاثة مليار ورحنا ننظر ننظر الإحصائيات حتى الإحصائيات دي لن تكون ثابتة لأن شغف الناس لإستعمال مواسطات التواصل معك دي كبير جدا فهي تزداد الزياد مضطرد هنقول بعض الإحصائيات عن بعض المنصات الفيسبوك على 2 مليار مستخدم شهريا النساء 83% 75% من الرجال بين جميع مستخدم الانترنت يستخدم الفيسبوك يعني 75% من الرجال يستخدم الفيسبوك تأتيت في 100% من مستخدمين الفيسبوك أعمارهم من 25 إلى 24 سنة 69% من مستخدم الأجهزة المحمولة يستخدموا تطبيق الفيسبوك ويتم إنشاء خمس حسابات على الفيسبوك كل ثانية يعني أرقام لن نستطيع أن نحصيها لن نستطيع أن نحصيها لن نستطيع أن نحصيها وتتغير يعني قد يكون إحصائيات دي ثابتة في يوم أو في أسبوع في الشهر اللي بعده بتختلف في السنة اللي بعدها بتختلف متوسط ما يقضي المستخدم على الفيسبوك 35 دقيقة في اليوم في أكثر من 300 مليون صورة بيتم تحملها يومين على الفيسبوك تخيلوا أكثر من 300 مليون يعني ثورة فاللي بيحمل 300 مليون صورة ذول بيقضوا كأدية قدام الفيسبوك متوصل عدد الأصدقاء المستخدمين في فيسبوك لكل واحد يعني أنا مثلا متوسط على الأصدقاء اللي الناس كلها مثلا 155 صديق لكل شخص في تمانية مليار مشاهدة فيديو يومين على الفيسبوك يعني أرقام يعني صعب أننا نكذبها وصعب أننا نستوعبها أكثر من 20 مليون من الشركات على الفيسبوك تستخدم الميسنجر عشان تواصل معها على معرفة لأنه ببلاش مجموعة على الميسنجر وبتستخدمها ده بالنسبة للفيسبوك وقوية الفيسبوك الآن إنستجرام أكثر من مليار نشد بيستخدموه شهرية أكثر من 25 مليون حساب تجاري نشد على الإنستجرام أكثر من 500 مليون مستخدم نشد شومية إنستجرام في جميع إنحاء العالم في جميع إنحاء العالم و50% مستخدم الإنستجرام من النساء و49% من الرجال متوسط عدد الصور اللي بيتم تحملها يومية على الإنستجرام 95 مليون صورة في قد إيه الوقت اللي إحنا بنقضيه بتفرج على صور تفرج على أفلام التويتر 326 مليون المستخدم شهرية النشط ويأخذوا حوالي دقيقة واحدة كل يوم يعني 58-59 ايه دقيقة واحدة كل يوم على تويتر لا مش دقيقة واحدة تويتر هنا بس أنا مش فاكر هو كان أكثر من كده بكتير أكثر من كده ده في خطأ هنا في الرقم ده في خطأ في الرقم ده طيب أنا أعتذر على الخطأ بتاع الرقم ده مش دقيقة واحدة يا مية لو أنت عندك الرقم يا عالي بقى دور عليه كده وأنا بكلم 74% من مستخدمة تويتر بيستخدمون الحصول على الأخبار يعني تويتر طبعا للناس اللي ما ما عندهم شعر زي حالتي أو شعرهم برمادي 80% من مستخدمة تويتر بيتابعوه من خلال موبايل يعني مش من خلال اللي هو ايه الكمبيوتر أو الايباد دي بقى العائدات شفتوا بقى نفسنا الفين المعلومة اللي انت ادتها للناس دول حصل بها ايه اتأرشفت وتحولت لأرقام فلاكية طيب نقول بقى الفيسبوك يعني الدخل بتاعه في 2020 كان حوالي 86 ايه مليار أو بليون دولار 86 انشأة في عام 2004 والشاب اللي انشأوا ساعتها كان عنده 30 سنة يعني زيكم يا شباب انا بقول الكلام ده للشباب ليه عشان الشباب يعرفوا ويدركوا ويعووا انهم يعملوا حاجات زي الدول الفرق بيننا وبينهم 86 مليار التويتر الدخل بتاعه 3.5 مليار تقريبا في 2019 انشأة في 2006 وانشأوا ثلاث شباب بتوسط اعمارهم من 25 و30 و32 يعني الشباب زي شبابنا اللي قاعدين ضيعين اوقاتهم في فراغ وبلونات تخلي الوعد يجد الانستجرام تقريبا تقريبا ستة وثمانية من عشر مليون او مليار دولار في 2018 وده الميزانية بتاعته او الدخل بتاعه واطلقها في 2010 وشاب عمره 34 سنة طبعا تاريخ ميلاده موجود لو انتم شايفين على ايه على الشريحة في سنة 1986 مولود سنة 1986 اليوتيوب دخلها في 2019 خمستاشر بليون دولار انشأت عام 2005 وانشأها ثلاث شباب واحد عنده 27 سنة وعلى عام 28 سنة وعلى عام 26 سنة يعني خريج جمعة والاخيرة للتيك توك اللي بدأت في 2020 كان قبل كده في 2016 لكن تحاولت بعد كده اللونش الكبير بتاع بـ 2020 انشأها رجل عنده 37 سنة شايفين يا شباب؟ الشباب عاملوا ايه؟ تسع شباب عملوا خمس منصات غيرت وجه العالم تسع شباب عملوا خمس منصات غيرت وجه العالم الوحد بيتكلم ليه كده هو زعلان لان احنا عندنا ملايين من الشباب قاعدين على الناصية او قاعدين بيأزازوا لب او بيأكلوا دورة او بيحلاموا او بيمدوا خاط او بدروبانجو ما عملناش ليه حاجة كده وعندنا عشرات الملايين او مئات الملايين من الشباب يا شباب ده ندق ليه؟ اول ندق ليه مني ليكم ربنا يكرمكم ان شاء الله متوسط اعمار من انشأه اهم خمس منصات تواصل اجتماعي اقل من ثلاثين سنة تسعة وعشرين سنة وثمانتوشو او ثمانين في المئة اصغرهم خمسة وعشرين سنة واقبلهم ثلاثين سنة سمعين ما هماش عباقرة هم فكروا وخلي بالكوا هم لما بدأوا يطلقوا المنصات دي كانوا قبلها بسنة او ثلاثين او ثلاثة اصبحوا يفكروا في فكرة اطلاق المنصات يعني مش هكون يعني الشخص اللي كان عنده خمسة وعشرين سنة ممكن كلما بدأ يفكر في فكرة دي كان عنده اتنين وعشرين سنة او اقل او اكبر وقد يكون بدء التفكير في هذا العمل بدء سنوات قبل الاطلاق فيسمع متوسط العمر اقل من مكتوبة او من ستة وعشرين او تمانين وعشرين مش تسعة وعشرين او تلاتين سنة مداخلها دي الشركات لو جمعناها مثلا بالاحصائية البسيطة اللي عملتها دا في السنة واحدة يعني هتوصل حواليا مية واربعين بليون دولار من حبة معلومات خدها منك او خدوها منك خدوها منك دب احنا بنعمل ايه؟ دب بنعمل لنفسنا حاجة انا مش بقول حربهم لا انا بقول اعملوا حاجة تستطيعوا من خلالها أنكم تعملوا منصات لها مدلخ مختلف لها تواجه مختلف لها حيثيات مختلفة تدافع عن المجتمعات اللي احنا عايشين فيها نبدأ بقى الرسالة الأخيرة بتاعتنا للشباب لانا عايشان نختم ما عايشان نختم منكم كم دي قد شاهدنا أيها الشباب كيف أن تسع أفراد من الشباب من أمثالكم والله من أمثالكم وكثير منكم يكونوا أكتر قدرة منهم استطاعوا صناعة منظومة التواصل الاجتماعي أو خمس منصات التي غيرت ثقافات وقيم وقناعات وأخلاقيات العالم العالم وتمازات متواليتها العددية تتزايد من خلال تزايد أعداد المستخدمين لمنصتها تزايدا مضطردا منتجا لمنصات جديدة أخرى لهذه المنصات والذي في كثير من الأحيان سيجعلنا غير قادرين عن قيام بأدوارنا في الحياة سنشغل بمشاهدة بطولات برياضية العالمية ومسابقات كرة القدم وأتبع أخبارنا جديدة من مخيم أنا كنت في يوم من الأيام من مهووس الكرة القدم زمان وأنا شاب صغير بطل بطلت خلاص ونمى الفكري بعد كده اتنين ومعشين لعيب مسكين كرة بيخبطوها هتيجي في الجون طبعا نحرق دمي ليه يعني كنت بشجع فريق كبير جدا في مصر اسمه النادي الأهلي وكنت بقى شوف سافر بقى من القاهرة البورسعيد للسويس والعجال دي في الله لما برجع راجع نفسي طب ايه مجع القلب ده حتى دلوقتي ما متفرجش على المتشاط عن مباشرة لما يكون فيه ماتشي بيتليه متفرج على النتيجة بس ثلاث دقائق وخلاص حسنا نشاجد بمشاهدة بطولات برياضية العالمية ومسابقات كرة القدم ونتبق أخبار النجوم بتاعها أصل ميسي عمل كده تشوفت تصريحة ميسي شوفت جازمة ميسي شوفت جازمة ريسكيان مونالدول إلى آخري إلى آخري إلى آخري حسنا نشاجد بمشاهدة الأفلام ياه مئات بل آلاف القنوات اللي بتطلع أفلام وطلعنا بعد كده الحاجة الجديدة اسمها ايه نتفلكس اللي بتخليك قاعد يعني مخدر لمدة يوم أعرف شباب بيعودوا يتفرج مثلا فيه مسلسلات يبقى مثلا تلاتين واربعين حلقة يعودوا يتفرجوا في يوم واحد مثلا 17 حلقة طب ليه ممكن كلهم يتفرجوا في الحلقة لكن 17 حلقة أو 20 حلقة في يوم واحد صعب الأغاني ومش كده بس وبنحن بنعيش داخل الشخصية اللي بيرسمها لنا المخرج والمنتج والممثل والساحب السيناريو ياه ونخرج نتكلم مع بعض عندي اهو كاونة حاجات دي كلها حسنا نشغل بصناعة مجتمعات افتراضية بلونية ندخل نفسك بلونة افتراضية بنعيش بداخلها لايس لها علاقة بالمجتمع على الإطلاق ولا بواقع حياة المجتمع على الإطلاق ونبقى عايشين فيها كده ان احنا ستفرجنا على عايشين كده داخل ايه انا 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 دهو اللي هو التليفون ده مجيني عالم تاني انا داخل عيش فيه في حتة دي وهو ده أصبحت عالم بتاع اخبالك اصلا نشغل بصناعة وهم كان فيه فيلم بتاع عادي الامام بتاع الفنكوش وشوف الزار هو كان بيصنع الوهم ويبيعه للناس نعيش وهما نعيش فيه فيصبنا بالملل والإحباط والانتواء والعنازية والتطرف والصدامية واللي بتأدل للتخطاف زي ما اتكلمت انا في القاضيات السورية وتجنيد بعض البنات والتجنيد ثم القيام بأعمال إرهابية كل الحاجات دي بتراقب انت فيها من خلال أشخاص يجذبوك دي مثل هذه الأعمال هننشغل بايه بعد دي الشريحة الأخيرة أم ماذا هننشغل إحنا هنشغل بايه بقى يا شباب علينا أن نفعل التالي علينا أن نفعل التالي أولا أن نؤمن بأننا المجتمع بتاعنا إحنا عايزين نخدمه خلاص غد النظر مجتمعك فقير غني في هنا أول حاجة هي كلها قضية إيمانية قضية إيمانية ودسة إيمان بدين لقد إيمان بانتباء الوطن الإيمان بمجتمع نريد أن نخدمه الإيمان بإمكانية نحنا وخدرات نحنا أنا عندي القدرة على أن أنا واثق في نفسي أنا واثق في نفسي حتى أنا ما كنتش أعرف أكتر وأقرب واثق في نفسي بتعلم بحب بلدي بحب وطني بحب مجتمعي بحب أسلتي بحب أقاربي كلها أولا الناس الإيمان بإيمكانيات وخدرات ذاتية بتاعت الشخص الإيمان لك لابد أن تكتسب معرفية علمية لأن تتعلم كل يوم كل يوم مش مهم لك تكون دخلت جامعة مش مهم لك تكون دخلت مدرسة لكن تعرف شيء جديد كل يوم معرفية علمية تقودنا إلى إجاد الحلول معرفية تؤدي إلى حل معرفية تؤدي إلى حل مش الأميزة بتاع ميسي وكريستان أرنالدو ومحمد صلاحي إلى آخر ولا الجزمة ولا الشراب ولا القصة الشعر ولا الحلقة ولا الشراب اللي تطلع بالعرض ولا البنطلون اللي السقت من وراء كل حاجات دي كلها عدت علينا عدت علينا وشفناها يعني إيه بقول لكم إيه يعني إيه اللي بالصفحة لأننا شفتها قبل كده الإيمان ببناء الجسور والشتركات مع مين مع كل أبناء المجتمع مستوى الحارة مستوى الشارع مستوى القرية حفظة مستوى الوطن كله لابد نتواصل مع بعض يا أيها الذين أمنوا إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكا وأنسا أب وأم واحد اللي هو سيدنا أدم وسيدنا حواه عليه وسلم وجعلناكم من بعد ذكرا وأنت شعوبا وقبائلا يعني بقنا شعوب مختلفة قبائل مختلفة لتعارفوا والمعرفة فيها المعلومة وفيها الخبرة وفيها المهنية إلى آخر إلى آخر بناء الجسور الشركات مع بناء مجتمعاتنا الإمام بمبدأ استمرار يعني لابد حاستمر في إيه؟ في أن أنا حاول أسقط وحاول أسقط وحاول أسقط وحاول يعني أنا أحاول الناس إن سقط سقوط زي بسم الله ما شاء الله سقوط يعني كبير جدا في الدكتوراه في أول مرة لكن حاولت طلعت نظريك دي بعدها مش عيب إنك تسقط مرة واثنين وثلاثة لكن العيب إنك ما تحاولش وتخلي السقوط والرسوب ده يكون هو خلاص نهاية الطريق لا الإمام بمبدأ استمرار أجل إحتاف تغيير لأن أنت بتحاول عشان تنتج وعشان تعمل التغيير المجتمع الإمام بامتهان كل ما هو حلال يعني ترامل المهنة بتاعتك حلال ومجدد القانون أنا مثلا مهنة اللي هو اللي بينظف الشوارع مهنة شريفة ومحترمة ليه نعمل نظرة إزرائية قد يكونها أمام الله سبحانه وتعالى وهي أمام الله سبحانه وتعالى أحسن بكتير جدا من المليونير ده ممكن يكون المليونير ده حرامي أو مختلس أو مهلس إلى آخرين يعني الإمام بامتهان كل ما هو حلال وقانوني من المهنة المجتمعية بدون النظر إلى نوع العمل الإمام لأن فيه مثلا الشباب يقول لك طب أنا حشتغل ليه أنا عايز البلية تلعب معايا العصفرة ما جاتش أنا عايز أبقى زي محمد رمضان الممثل أو زي محمد لما تبص بقى المسيطة هؤلاء الناس هتلاقي إنهم تعبوا عشان يوصلوا للمرحلة دي كلها فيش حالة كده درب بتحظ كل ده كلام فارغ كل ده كلام فارغ تولدش بققوا معلقة دهب وكيف أن محمد صراح نحن بنفسق بيه دلوقتي يعني لعب في كم نادي في مصر ممكنش حد عارفه وتراكل لما رايح مع أرسنل سنة ولا سنتين محدش كان بيلعبه هناك لغاية ما عمل اسم فيه فيه صبر ومصابرة الإمام بالمحافظة على قيم وثقافة وعقائد وتوريخ المجتمعات الإمام بأن الأسرة اللي هي أبي وأمي أو زوجتي وزوجة الزوج والزوجة والأبناء هي ركيزة البناءات المجتمعية المجتمع اللي مفهوش أسر ومفهوش زواج وفيه أطفال بيطلعوا كده فنكوش ده مجتمع حش هيصبح مجتمع فاشل فيما بعد بغض النظر عن من ينادي من أجل هذا الشريحة اللي بعد كده يا علي 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 النقطة اللي بعد كده هو الإمام بإيجاد وسائل مبتكرة يعني أنا ما عدش زي ما أنا كده أنا أكلم عن نفسي يعني زي ما أنا كده مش عايز أغير لا لازم أغير لازم أغير يعني ما كانش فيه زمان التليفون المحمول ده أنا استعمل التليفون المحمول سنة 1991 كان اسمه نوكيا ساعتها كان فيه بعض شباب تأغير من أصدقائي كان عندهم التليفون كان زي ايه كان قد الشنطة كان بيشروعه على كتابهم وأصبح فيه بعد كده في المناطق اللي فيها الصراعات التليفون بتاع اللي هو بنسميه الفضائي اللي هو اللي كان المكان الديئة كان بتات الدولار أو حاجة زي كده اللي في الأماكن زي في أفغانستان كان رب نروح فيها عشانا نتصل وكان فيه لاسلكي إلى آخيرا وكان فيه في أمريكا قبل ما يدخلوا التليفون المحمول كان فيه حاجة سميها باتجر اللي هو بإيه بتكتك كده أنت فيه متاخد الرسالة وتلجع عما تروح البيت تكلم الشخص اللي كلمنا الإيمان بإيجاد وسائل مبتركة ومبتكرة ومبدعة لإعادة لإيه مش لك أنت لا سياغة عقول الشباب وفوق كل ذي علم عليم كلما ارتفعت في العلم وكلما زاد علمك اللي معرفة علم آخر ولا تنتهي العلوم لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جيء أنها بمثلية مددا مش ممكن ده بس إيه لو أنت هتكتب الكلمات بتاعة ربنا بس مش هتعرف معنى الكلمات كده كان الفرق الأكبر ما بين آدم عليه السلام وإبليس والملائكة وعلم آدم الأسماع كلها يعني إيه صفت وكينونة الكائنات ثم عرضا معنى الملائكة بقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلموني كنتم تعلموني يعني المهم إيه انبوني بقالوا لعلم أننا إلا معنى عنهم مش العلم ها فوسائل مبدعة ومبتقرة عادة السلامة تقول للشباب كما فعل هؤلاء الشباب اللي أنا ذكرتهم التسعة دول التسعة اللي أنشأوا خمس منصات تحكمت في عقلية الإنسان على ظهر معمول وظهر معمول الإمام بقى أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ولكن ها خطوة فين في الاتجاه الصحية مش خطوة الوراء خطوة للجنب وخطوة الأدام وارجع تاني وراء لا خطوة بمنهجية أنا بقى نهاية رسالتي مع الشباب اللي وانتوا كلكم شباب بإذن الله سبحانه وتعالى أنه ليس لدي حلا سحريا ولا أمتلك عصا موسى عليه السلام أو قدرة عيسى على الإحياء الموتى أو إشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى أو إشفاء المرضى بين الله سبحانه وتعالى والكلام أنا بقول مش قرآن كلام عادي جدا واكتهدات ممكن تاخدوا منها ومتاخدوش تختلف معاك وتختلف معاك فيش مشكلة بس انتوا عملوا اعملوا ربما مساء الله يقول عملوا اعملوا فصال الله فصال الله عملكم ورسوله والمؤمنين اعملوا بس يعني يا كلامي أنا عندي عصا سحرية وعندي حل سحري وعصا موسى عليه السلام ولا قدرة عيسى عليه السلام ولا قرآن ما أتكلم فيه لا أبدا كلها اكتهدات اكتهدات فقط فيا شباب لابد في كل عمل نضع له خريطة تعمل لابد أن نضع خريطة البناء مجتمعي وتغيير ثقافي قيمة يعني تغيير المجتمع البناء المجتمع ده تغيير الثقافي المجتمع من أجل منهضة هذه الهجمات الثقافية الشرسة اللي احنا شايفينها اللي بتعمل ايه تقسم المجتمعات تفتت تقسم وتفتت وتشرد المجتمعات وتشرد أبناء المجتمعات يعني تقسم المجتمع وتشرده أبناءه وتفتت المجتمع نفسه فهل سنبدأ السؤال الأخير لانا أسأله لكل الشباب اللي هم شافوني أو حاشفوني لو أعلم وأنا لا أؤمن بالعدد أنا أؤمن إن خرج من كلام إن أنا بقوله شخص واحد شاب كان أو شابة أو رجل كان أو امرأة فهم إن أنا بقوله أنا أحمد ربنا وتجد له شكرا لأن التغيير لا يحدث بالكب بل يحدث بالكيف فهل سنبدأ أول خطوة بتحديد أبعاد لابد أبعاد المشاكل اللي بتواجه مجتمعنا دي نمرة واحد أمسنا نزوي بقى وننعزل ونعيش داخل في القاعة بلونية زي مونتقى بكده هو وندخل فيها نفسنا ونعزل نفسنا عن الواقع الحياة اللي نعيشها مجتمعنا عندها طريقين يا إما حنخش في البلونة إما حنخرج للمجتمع وإذا وخرجنا المجتمع لابد نحدد خريطة لمعالم الطريقة اللي احنا حنمش فيه ولو دخلنا في البلونة مش عايف نخرج أتمنى منكم يا شباب أن يكون منكم تسعة آخرين يستطيعوا أن يحدثوا ثورات في التواصل المجتمعي ما بيننا وبين الآخرين كما حدث مع هؤلاء التسعة الذين اكتهدوا وأصبحوا دلوقتي من ملياردريات العالم وبدأوا المسيح بتاعتهم في سلطة مبدأ العشرين من عمره جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا وحسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر